موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين فضائية الإعراق التربوية ونحن نلتقي في درس جديد لمادة الجغرافية البشرية للصف السادس الأدبي أعزائي الطلبة تناولنا الفصل الرابع فيما يقص المعادن الفلزية والمعادن اللافلزية في الدروس السابقة وتناولنا قلنا أن المعادن الفلزية هي المعادن القابلة للطرق والسحب والتوصيل للكهرباء والمغناطيز والحرارة وتناولنا المعادن اللافلزية تناولنا الحديد وتناولنا المعادن اللافلزية بدينا بالفحم بعدها انتقلنا إلى المعدن الثاني من المعدن اللافلزية إلا وهو النفط واليوم راح ننتقل إلى المعدن الثالث وهو الغاز الطبيعي طبعا الغاز الطبيعي يشكل في عصرنا هذا مادة مهمة وجميع الصناعات تحتاج الغاز الطبيعي راح نتناولها بالتفصيل مثل ما تناولنا النفط والفحم إذن الغاز الطبيعي هو خليط من مواد هيدروكاربونية إذن هو مثل النفط هيدروكاربوني يوجد في تجمعات باطنية بحالة غازية ولكن هنا نعدنا راح يكون بحالة غازية وفيها بعض السوائل النفطية التي تخرج مع الغازات على هيئة أبخرة مكثفة تعرف بالبازولين الطبيعي إذن هو راح يكون مع الغازات على هيئة أبخرة مكثفة وهذا هنا نتعريف راح يكون عندنا البازولين الطبيعي وهو يختلف عن الغاز الصناعي الذي يستخرج من الفحم أو النفط الخام راح نجي نتناول ما هي مكونات الغاز الطبيعي طبعا الغاز الطبيعي يتكون من مجموعة من المكونات وهذه المكونات أيضا غازات ويتراوح نسبها من معدن عفون يتراوح نسب مالتها من غاز إلى غاز آخر يتكون الغاز الطبيعي من عدة عناصر تختلف نسبها بعض الشيء من حقل إلى آخر وهذه العناصر هي الميثان تتراوح نسبته بين 70 إلى 100 من الغاز الطبيعي العنصر الثاني الإيثان تبلغ نسبته حوالي 12% من الغاز الطبيعي البروبان والبيوتان تكون هذه العناصر تحت الضغط ودرجة الحرارة العاديتين 760 مل من الزئبق ودرجة الصفر المئوي في حالة سائلة وتستغل هذه الغازات الدول الصناعية المتقدمة للحصول على المشتقات والمنتوجات البترو كيميائية أو تستعمل وقودا لتوليد الطاقة الكهربائية هذا فيما يغقص الغاز الطبيعي ونسبه رح نتكلم عن أصل الغاز الطبيعي شون تكلمنا عن أصل وكيف يتكون النفط في الدرس السابق تشير الدراسات إن الغاز الطبيعي والنفط يرجعان إلى أصل واحد إذن هما أصلهم واحد ومرافقين وتكاد تكون ظروف تكوينهما متشابهة كل الظروف هنا إذن هما الأصل يرجع إلى الأصل واحد والظروف أيضا متشابهة وإن النظريات الشائعة عن أصل الغاز الطبيعي ترجح أو ترجح تكونه في مياه البحار الضحلة الغنية بالحيوانات والنباتات حيث تنخفض فيه نسبة الأكسجين مما يسهم في تحلل الكائنات الميتة ببطء بعدما تغوص إلى القاع وتغطى بالرواسب والطمى التي تجلبها مياه الأنهار وبتأثير الضغط والحرارة تتحول الأجزاء اللينة في الكائنات العضوية الميتة إلى غاز أو نفط يعني نرجح إلى تكوينه يعود إلى أصل إلى مواد عضوية مواد عضوية تكون من الكائنات الحية مثل ما تناولنا ظهور النفط أو نشأة النفط إلى غاز أو نفط والدليل على تشابه الغاز والنفط هو درجة التطابق أحيانا إذن هنا نعدنا كيف هو الدليل أنهم من أصل واحد درجة التطابق بين خريطة التوزيع الجغرافي للغاز والنفط كانت تكون متشابهة وإن ظهر استثناء فيعود إلى الهجرة الكبيرة التي يتصف بها الغاز الطبيعي مقارنة بالنفط فالمشاكل التي تواجه التنقيب واستخراج النفط هي نفسها تواجه استخراج الغاز كما ويستخرج بالطرق ذاتها حتى طريقة الاستخراج راح تكون نفس طريقة استخراج النفط ويسوق من مناطق الاستهلاك والتصنيع أما بواسطة الأنابيب أو بواسطة ناقلات خاصة به هذا فيما يخص أصله نتكلم الآن عن استخدامات الغاز الطبيعي طبعا استخدامات الغاز الطبيعي كلش كبيرة وكلش هائلة ودخلت خصوصا بعد الحياة تطور الحياة التكنولوجية وخصوصا بعد اختراع المكائن والآلات وبعد الثورة الصناعية التي ظهرت في أوروبا استخدامات الغاز الطبيعي يدخل الغاز الطبيعي راح نجرق قمها نقول رقم واحد يدخل الغاز الطبيعي مادة أولية بكميات كبيرة في الصناعات البتروكيمياوية إذ إن 82% من إنتاجه السنوي يأتي من الولايات إذ إن 82% من إنتاجه السنوي يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية يدخل في الصناعة فهو يستخدم في صناعة الغازولين طبعا هذا أيضا استخدام ثاني نقدر نسويه نقطة في صناعة الغازولين الذي تنتج منه الولايات المتحدة أكثر من 300 مليون برميل وهو أخف مما ينبغي لذا يخلط مع الغازولين المستخرج من النفط ليكون استخدامه مفيدا رح ننتقل إلى النقطة التي بعدها يستخدم الغاز الطبيعي مادة أولية في صناعة الأصباغ والحبر ولإنتاج أسود الكاربون أسود الكاربون وهو مادة نقدر نعرف عنها إذا إجانا تعريف مادة لا بديلة لها تستخدم في صناعة إطارات وعجلات وسائط النقل سواء كانت من المطاط الطبيعي أو المطاط الصناعي يسهم الغاز الطبيعي بماذا يسهم؟ في حل مشكلة الغذاء العالمية إذن هو يدخل في مشكلة الغذاء العالمية الناجمة عن التسارع في زيادة السكان العالم عن طريق استخدام بعض منتوجاته مادة أولية لإنتاج البروتينات واليوم مادة البروتينات صارت مادة عالمية خصوصا بعض الرياضين اللي يستخدموها كأحد العناصر الغذائية المهمة في الطعام لإحتواءها على الأحماض الأمينية اللازمة لنمو الجسم هذا يأتينا على شكل تعليل لماذا هو مادة أولية لإنتاج البروتينات؟ سنقول لأنه من العناصر الغذائية المهمة في الطعام لإحتواءه على الأحماض الأمينية اللازمة لنمو الجسم يستعمل الغاز الطبيعي النقطة التي بعدها وقودا منزليا لسهولة استخدامه ومرونته العالية فضلا عن طاقته الحرارية العالية وقلة ملوثاته ويدخل في صناعة توليد الطاقة الكهربائية والتعدين والتكرير وفي معامل الورق والأسمنت وصناعة الحديد والصلب كما إنه يستخدم في المحافظة على ضغط آبار النفط لاستمرار تدفق النفط عن طريق ضخه في البئر راح ننتقل إلى مواد التسميد مواد التسميد طبعا راح تشمل عندي المخصبات الفوسفاتية والمخصبات النتروجينية راح ننتقل إلى هذا الموضوع حيث راح نأخذ المخصبات الفوسفاتية المخصبات الفوسفاتية اللي هي أصلها الفسفور إذن يعد الفسفور أساسا لكل كائن حي وإن البحث عن تكوينه عن تكويناته لتوفيق الفوسفات أمر مهم وتؤدي عوامل التعرية الجوية دورا كبيرا في نقل الفوسفات من هذه المركبات الموجودة في الصخور المختلفة مع مياه الري إلى التربة كما وتنقل الأمطار والرياح هذه المادة الفسفورية وترسبها على سطح الأرض بشكل من المفتتات الفوسفاتية وتنقل الأنهار الأنهار راح تنقل بعضا من ترسباتها إلى مصباتها في البحار والبحيرات إذن بفعل عوامل التعرية بفعل الرياح بفعل المياه راح تنتقل هذه العناصر أو المركبات الفوسفاتية إلى البحار والبحيرات وبمرور الزمن يرتفع فوق مستوى الماء وتشكل طبقات رسوبية فوسفاتية كلسية مختلفة السمك راح ننتقل إلى استخدامات الفوسفات بشنو نستخدم الفوسفات تكون جميع مصادر الفوسفات صالحة للاستخدام بصورة مباشرة بعد طحنها لتخصيب التربة إذن شون نستعمله إذا جانا السؤال ما هي استخداماته نقول لاستخداماته بصورة مباشرة بعد طحنها لتخصيب التربة إلا إن معالجة الصخور الفوسفاتية هنانا عندنا شق ثاني معالجة الصخور الفوسفاتية شون راح تتم الفوسفاتية بحامض الكبريتيك تتحول صناعيا إلى سوبر فوسفات من يتحول إلى سوبر فوسفات هنانا صناعيا نعالج به الصخور الفوسفاتية إلى سوبر فوسفات لها قابلية للذوبان في الباء مما يسهل من عملية امتصاصها من قبل النبات وتزويده بالغذاء اللازم له وأيضا يستخدم حامض الكبريتيك قلنا حامض الكبريتيك تتحول صناعيا يحاول لسوبر فوسفات يعالج لي الصخور الفوسفاتية ويستخدم حامض الكبريتيك هذا الاستخدام الثاني بنسبة عالية في إنتاج سوبر فوسفات وبعد تطور وسائل النقل وقدرته على تقديم العناية الخاصة بنقل الحامض وصخور الفوسفات ظهرت صناعته بالقرب من الأراضي الزراعية وهنا يجينا تعليق كل مهم ليش هنا ظهرت صناعته بالقرب من الأراضي الزراعية راح يكون الجواب للاستفادة منها بشكل مباشر لتقليل من كلفة النقل وتحسين الإنتاج وخفض أسعاره هذا الجواب راح يكون جواب التعليل ننتقل إلى التوزيع الجغرافي للفوسفات في العالم أعزائي الطلبة التوزيع الجغرافي كلش مهم وخصوصا عندنا التوزيع الجغرافي في الفسط الرابع لأنه أغلب الأسئلة في كل سنة في الامتحان الوزارية البكالورية يقول وزع جغرافيا راح نأخذ توزيع الجغرافي لمصادر الفوسفات يتركز الفوسفات في عدد قليل من الأماكن في العالم إذن هو ما موجود في عدد قليل من الأماكن في العالم ومع ذلك فهو يكفي لسد الطلب الواقع عليه حاليا ومستقبلين وتتوزع مصادره في أربع مناطق رئيسية هذا التوزيع الجغرافي راح نقول المنطقة الرئيسية الأولى هي جول المغرب العربي وين موجود في المغرب العربي؟ تتصدر المغرب العربي في إنتاجه وتقع تركزاته في منطقة إخريبكة خافي يجينا تعريف شو نقول عليها منطقة إخريبكة وهي من أشهر المناطق لتواجد الفوسفات وتقع في دولة المغرب العربي وتقع في جنوب شرق ميناء دار البيضاء من أغنى مناطق الفوسفات في العالم هيتش راح يكون الجواب تعريف خريبكة أو التوزيع الجغرافي وين يتوزع في المغرب العربي؟ راح نقول في خريبكة وإن نصف احتياطي الفوسفات في دول المغرب العربي من دول اتناولنا المغرب العربي وتأتي تونس تونس تأتي في المرتبة الثانية وين تقع في تونس؟ أيضا في منطقة معينة اللي هي بالقرب من قفصة وقد يأتينا عرف قفصة شو نقول له؟ نقول له من أشهر المناطق لإنتاج الفوسفات شمال شط الجريد وما تنتجه الدولتان سنويا يزيد عن ثلث الإنتاج العالمي الولايات المتحدة الأمريكية وين يتوزع؟ في الجزء الغربي منها وإن نصف كمياته توجد في هذا الجزء اللي هو الجزء الغربي إلا إن وعورة التضاريس هنا نعدنا علل أعزاء الطلبة جدا مهم بسبب وعورة التضاريس حالة دون استثمارها بشكل كبير راح يكون الجواب إن خاماته تقع في أعماق بعيدة فضلا عن بعده عن الأسواق المحلية لذا بقية دون استثمار إلا إنها تستثمر فوسفات في شبه جزيرة فلوريدا هذا التوزيع الجغرافي الثاني في الولايات المتحدة بالقرب من خليج المكسيك وبذلك فهي تنتج 92% من حاجتها من الفوسفات ننتقل إلى الدولة الثالثة وهي روسيا يتركز الفوسفات في شبه جزيرة كولا قد يأتينا على شكل فراغ وقد يأتينا على شكل توزيع جغرافي وقد يأتينا على شكل تعريف جزيرة كولا شو نقول هي من أشهر الجزر الموجودة في روسيا لإنتاج الفوسفات ويبلغ إنتاجها حوالي 8% من الإنتاج العالمي والدولة الرابعة والأخيرة اللي هي أسباكستان يصل إنتاجها من الفوسفات حوالي 4% من الإنتاج العالمي أعزائي الطلبة هذا ما يسعفنا به الوقت دمتم برعاية الله وحفظه نلتقي في درس جديد في رعاية الله شكرا جزيلا موسيقى 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 موسيقى